في إطار تعزيزي جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية زار رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية السيد كالهان جمعية كاريتاس الأردن برفقة وفد رفيع المستوى وخلال اللقاء مع المدير العام السيد وائل سليمان والفريق الإداري استمع السيد كالهان إلى عرض مفصل حول المشاريع والمبادرات الحالية لكاريتاس الأردن كما شهدت الزيارة مراسم تدشيني مكتب هيئة الإغاثة الكاثوليكية في عمان بحضور السفير الباباوي لدى الأردن المطران جوفاني بيترو دالتوزو وقد تم التأكيد على أهمية افتتاح هذا المكتب كخطوة استراتيجية لدعم رسالة ورؤية كاريتاس في مساعدة المحتاجين وتعزيز التنمية المستدامة وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين كاريتاس الأردن وهيئة الإغاثة الكاثوليكية واختتمت الزيارة بجولة في أحد مستودعات الهيئة حيث تم عرض عمليات فرز وإرسال المساعدات الإنسانية والتي تعكس التزام الهيئة العميق بالعمل الإغاثي وتلبية احتياجات المجتمعات المتضررة